السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الأستاذ فريد عبدالخالق أحد مرافق الإمام حسن البنة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة التأسيسية وعضو مكتب الإرشاد الأسبق أستاذ فريد مرحبا بكم أهلا بكم توقفنا في الحلقة الماضية عند السر الذي ستكشفه عن سبب انقلاب عبدالناصر من صديق حميم إلى عدو لدود للإخوان السؤال يحتاج إلى إجابة أرجو أن تكون أن تكون شافية كافية أن تكون قريبة إلى التقبل هناك أمران الأول الأول قل لي اربط لهذه بقصة التحقيق معك لأنك كنت تكمل أن الضباط هم الذين سألوك هذا السؤال نعم عندما أجروا معي التحقيق يعني فئة مضموعة من الضباط في أثناء اعتقالي وسألونا عن أشياء كثيرة والغاية لما شارفنا النهاية وقفوا بي عند سؤال يحييرهم وصراحوني وطلبوا إليه الإجابة وتأمينا لي يعني من مغبة الكلام من ناحية أن يقع تحت طائلة مسائلة قانونية قالوا احنا ليس الآن بصرة التحقيق وهذه الدفاترة يبدأ على التحقيق طويناها وطوها فعلا قالوا احنا كأشخاص يحيرنا فعلا كذباط كيفها الأمور وصلت بين الإخوان المسلمين وبين جمال عبد النصر إلى هذا الوضع بعد ما كنا يعني نعرف من هو شخصيا من العلاقة حميمة والتأييد كافي وكل المقتنعين وجدنا تشوير الصورة والتهام لكم وتغيير في الموقف جزلي إلى عداء واضح يعني فتفسير فأنا قلت له يعذرني أنا أقوله كما عذرته قلت له هناك أمرا الأمر الأولاني إن إحنا كأخوان لم تكن الأمور على أحسن ما ينبغي أن تكون عليها علاقة من الداخل بحيث الأمور تمحص والقرارات وضعوكم أنتم كأخوان فأقلت له مثلا صلاح شهاد الذي كان الحميم في القريب وهو درج أختك لم يكن هو عضو مكتب فكان بعيد عن النسبة إنما هو كان مكلف بأنه يتابع ويبلغ ما حصلها شباب كحلقة اتصال بين الثورة الحاجة الثانية إنه هو استطاع فعلا إنه هو يكسب ثقة صلاح شادي رحمة الله عليه يعني كسبا كاملا لترجمة أنا شخصيا خلفت في جلستنا مرة بعد كده قريبة يعني رؤيته للأمور إنه هو كان يرى إن إحنا ممكن جدا إنه نجاوب عبد الناصر في إن إحنا الهية التحرير والإخوان فعلا لا داعي إنه يعني يوجد سيفان في مزود ويحصل خلاف يعني هذا خلق اسمح لي يعني ده رأي مثلا كان هو اللي بيتتصل بس الرأي ده يعكس خلل في الفهم أنا أبنى عليه إنه أنا خلفته قلت هذا فهم خاطئ لإنه وده واقع فيه كثيرين عندما لا يفرقون بين العمل الدعوي والعمل الحزبي فيه نقطة اتصال إنما كان فيه نقطة اختلاف وطبيعة مختلفة يعني ممكن الدعوة يرشع عنه حزب بس أستاذ فريد في المرحلة دي أنتوا لبقيتوا دعاة ولا بقيتوا حزب لا 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 بقيتم آآ جماع الدعوة واهتمتهم بالتربية وبالدعوة ولا تحولتهم إلى حزب سياسي هي كل دي سئلة أنا أرحب بيها لإنه بدي يزيد طمحيس الأمور وحنا عايزين فعلا نوصل إحنا الحقيقة كنا في مرحلة الدعوة آآ زي ما تقول بيتمارس عمل سياسي فا بيتمارس عمل الحزب إنه ما هيش حزب يعني دي عملية ممكن آآ شوية عايزة فهي آآ بتبقى يعني الأمور آآ تختلط عند البعض قد يعني يتمشى فيها بعقلية أزبجة لنجوة جماعة وشايف أمور سياسية جدي سياسية قاوي ويممكن يعمل كذا وكذا وآآ لازال الوضع الدعوي اللي هو إقامة مبادئ وتدعيم قيم وآآ توضيح آآ صلة بين كذا يعني دي طبيعة مختلفة آآ أكثر انتماء لطبيعة الدعوة منه إلى العزب فحصل في المرحلة دي آآ اللي هي مرحلة دقيقة اللي هي ممارسة العمل السياسي من قبل الدعوة يعني العملية التسييز دي أو العمل السياسي حسن البنة كان يمارسها ولكن أيضا لم يغب عنه آآ لأ يعني كانت الأمور واضحة كدوات حسن البنة آآ 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 بعد حسن البنة الإخوانة لخبطه لأ حضرت بعد حسن البنة مش مسألة الشخص بعد حسن البنة طبيعة اللي زي ما تقول ليس الشخص ولكن المرحلة 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 دقيقة شوية ليه؟ كأنه لم يكن هناك وضوح كامل لدعوة الإخوان إلا عند حسن البنة لا أيها يعني أنا أقول حضرك حاجة هو الوضوح موجود يعني لأن أنا شخصي ناعد اللذين عاشوا حسن البنة وحسن ضيبه بعده ولما وعندي وضوح الحمد لله وغيري عندي وضوح أكتر يعني مش مفارس بيانا فحنا هنفهم لدعوتنا وعرفنا أهدفها وعرفنا طبيعتها وعرفنا وسائلها وعرفنا حنا رأيين فين وعايزين إيه النهاردة وبكرة وإيه وإيه ترتيب أولوياتنا واضح كيف هذا وعبد الله هو أسر كان يتلعب بكم كل يوم وإنتوا مش عارفين إنتوا عارفين إيه لا 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 هو الظروف اللي استجدت الظروف اللي استجدت أحيانا الإنسان نفسه وهو صعب يعني قضاياه وليه فكره وعقله تستجد عليه من الظروف المحيرة تجعله يعني في وضع اتقلق أو اضطراب الثورة نفسها لما عصلت والملك والعهد وانتهى بكل نظامه وأصبحنا بصرد نظام جديد لسه لم يتبلج تبلج كافي والأمور يعني في فترة انتقالية بتستدبع دية نعم زي ما تقول من عدم الوضوح في الرؤية وعدم التحديد في المحالب شوية فيعذر الناس بعيد عن التماث العذر إن احنا مش عايزين نكاينينا بنعمل محكمة واندين وعايزين يدفعنا أنا عايز أقول العلاقة اللي بين الهوضيبي كمرشد مسؤول ما كانش بلغت الإحكام الكافي بحيث يحصل بينه بين مين بينه بين نفس القيادات حديث عهدي بيها يا خالب ما عادش سنة معنا زي ما تقول قادم جديد يعني رغم إنه عارف الفكرة وعارف الدعوة فهدية عاملة يعني مثلا لما حصل الخلاف ودخل السجون والمعتقلات خاليد ما تسبق ليش المراحل نعم لا تسبق المراحل بالنسبالي الآن بتقول إن الزباط سألوك وقل لي قلت السبب الأولاني هو إنه لسه بقلت لهم كان يعني العلاقة بين الإخوان لم تكن مك أزمة داخلية لجدة المرشد وعدم تعرف بالإخوان وليس فكان يعني فكان مثلا حسن عشماوي وكان صلاح الشهد باعتباره هما اللي بيتصل لإتصال مباشر يعني توغلوا في الصلاح أكثر مما يعني بقيت الجماعة فيه سبقوها فأصبح فيه كأن جوه نفس جوه التحرك والحركة أصبح فيه شيء جديد بيعمل ليه تأثير ذاتي على المسار وعلى الخطة لدرجة إن أنا أحد الذين تدخلوا بين حسن عضيبي وبين صلاح الشهدي لتقريبه قوة النظر لإن حصل زي النوع من بدء زي ما تقول رؤية بقى رؤية شخصية أكتر منها رؤية دعوية العامة من قبل من؟ من قبل من الأخ الصلاح رحمة الله عليه وفاعترض عليه لإن كان في جزئية إيه بالضبط؟ في جزئية التواخل اللي في التأييد بدون يعني التزام ده كافي يعني بيعتبر التزام ده يعني كإنه بيحط حقبات في سبيع تصوره كده يعني مثلا زي زي ما حطاك أنا إنه رأي وماله من أندمج هايزة التحريب مع الإخوان وتنتهي الدعوة بالاندماج وطبعا ده أي إنسان بيفكر تفكير لماذا رفضتم الاندماج؟ نعم لماذا رفضتم الاندماج؟ ما رفضتم بتقول لك أنا حطاك ده طبيعة ده طبيعة يعني بدليل عن إنهاية التحريب نفسها اللي عمالي عبد الناصر هو ما رضاش عنا وعلا السبب التاني إيه؟ السبب التاني إن عبد الناصر كان يعزق الإخفاء ما عنده ويستطيع إنه هو يتعامل معك بيظاهر غير الباطن وإنت قد تجد دهاء يعني أنا كنت هذا دهاء سياسي؟ يليكن فعلا يعني أعتبره دهاء سياسي بس أنا بعتبره أنا مكر سيء وربيني قال لا يعيق المكر سيء إلا بأهله مموجود أي مكر سيء؟ حكم البلد ستة عشر سنة المكر سيء بإنه هو يعني يتفق معك على أمور ثم يمكر بك ليأخذك في طريق آخر أنتو اللي بتتعاملوا بحسن النوايا وبسزاجة سياسية يعني لك لك أن تقول لازا ولغيرك أن يقعي الواقع التاريخ المعطيات لا بس أنا ما بهمينيش النهاردة أنا يعني دي الحكاية دي أكتر بهميني آآ إن أنا ما فرطتش في المبادئ الأساسية بصرف النظر أنا حس أنه يتقدم إن أنا أعطيت ثقة أكتر من اللازم دي خطأ إنما أنا لم أتحول لم أتغير عن إن من حق الشعب إنه يعقب حكم النيابي ودي نقطة الخلافة اللي خلت عبد الناصر يطارد محمد أجريب ويطارد آخرين ويطاردنا لإنه كان مصر إصرار كل على السيطرة والحكم الفرد أفصح لكم عما يريد في 29 ديسمبر 52 وقال لكم أريد الشعب أم بزر وينام بزر ونجح بعد عامين أن يفعل هذا وأنتم طوال عامين متنازعين فيما بينكم ومختلفين أنا أول ما حضر الحديث زي أنا أعتبرت إنه حديث خطير لإنه حديث زي ما تقول ليه دلالة كاشفة كبيرة طب ما الذي فعلتمه اهتجاه هذا الحديث أولا أخذنا أخذنا الحزرة أكثر يعني ما أخذنا الحزرة لدرجة إنه إحنا أعلننا الخلاف ودخلنا المعتقلات وحصل لسه يا أستاذ فريد أنا لسه في ديسمبر 52 بس أقول لينا النتائج لا لا نتائج في أكتوبر 54 ويناير أنا تسألني عن إيه أقول لك إيه حصل أنت فعلا تمن أنتو انتظرتم الآن كأن واحد قال لكم سأتي بالسكين وأذبحكم فاصطففتم صفا واحدا تنتظرون دوركم حتى تذبحوا أليس هذا الذي حدث لا ليس هذا كان في يدكم أن تقوموا بتغيير الأمم أو أولذي كان في يدنا أن نعمل ثورة داخلية على الحركة بتاعة الجيش ودي اللي أنا فقلا تحرزنا فيها ونفس حصل وضيبي يضطر لما لا يلا الخلاف يستحكم هو ركب راسه وعايز يخش بقى بعد المحاولة اللي هو تاعة 54 وخمسين دي حيجة وقتها بعدين التغيير من الداخل أصلا أنا الزمن عنصر مهم عندي أنا الآن ليه ماشي معك يوم بيوم لأن في هذا الوقت كان عبد الناصر ضعيف واللي حدث في مارس 54 حينما أجبر في 25 مارس 54 على أن يقبل العودة للثكنات والضباط والحاجة دليل على أن الوقت كان مبكر على أنك تفعلوا شيء وكما تقولون أنتم أن مطالب الشعب الحياة النيابية هذه الأشياء كان يمكن أن نتحقق في هذا الوقت في يناير 53 والله يعني يعني السؤال بيخليني أنا شخصيا أقف عن موقف برضا متسائل معك يعني أنا لا تحبط بتكلمني وانا بتكلم لا أخفي عنك إذا أنا اعتبرت إبراهيم كوروم اللي قادر مظاهرة وأرغمهم على أنهم يحضروا شونا طيب تاني يتركوا البلد كان أحصف من عبد قادر عود اللي هو بروحه دي في 28 فبراير 54 أنا هاجي ليه سأتي لها أنا في يناير 53 صدر قانون لأن انتهت جلسة 29 ديسمبر على لا شيء قعدت مع عبد الناصر واتكلمت معاه وفي جلسة 29 ونقلت طبعا للمرشب نقلت لكوانك بلهم حسن العشموي قال 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 جملة مهمة جدا في هذا الاجتماع عبد الناصر قال حسن العشموي قال إن السادات انتحى به جانبا يبدو أنكم حينما كنتم تجلسون كان كل اتنين بعضو فرقني يتكلموا مع بعض هذا كان شكل الجلسة والله هم كانوا كوية حالو أنا 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 فردت بيه فعلا آه يعني كان كأن يعني أنت تأخذ عبد الناصر في جنب آه السادات يجلس مع مع حسن العشموي مثلا في جنب السادات ما كانش موجود لأ كان موجود في الجلسة دي مع مسخيلي لأ اللي من جاء بتاعت البيت دي ما كانش موجود هو هو جاء حضر سلمه ورق ومشي جايز في فترة اللي جي سلم ورق دي يتقعد دردت شوية مع ايه يجوز مع حسن العشموي ما كانش بالأول حسن العشموي قال ان آآ يعني عبد آآ ان السادات قال له الذي سيقف في طريق عبد الناصر سيعني آآ شوف شوف الطبيعة يعني إذن إحنا قالوا الذي سيعادي جمال سوف يأكله آآ بنص الكلام اللي قاله آآ السادات لحسن العشموي دي صحيح الآن أنا في يناير ثلاثة وخمسين صدر قانون حل الأحزاب السياسية في يناير ثلاثة وخمسين نايتو أنا عشان خاطر أكمل الحديث الأولاني يبقى مع الزباط اللي حققوا معايا أنا وانطلوا من الأسباب الأولاني والتاني حاجة تعلق بالإخوان إن إحنا ما كناش كذا والحاجة الثانية بيهو نواياه وإنه كان مصر على إن يحيا حاكم مستبد وحكم الشمولي وده مخالف أنا خلاف متكشف مرة واحدة وعملين فزع أنا حصينا بالنكبة وإن خطر يتهدد البلد لأجال جاية يعني فعلا ومن هنا أنا فعلا بعتبر إن فيه نوع من مسئولية على الإخوان على الإخوان إيه شكل المسئولية دي يقول لي بقى المسئولية أدبية أكتر من المسئولية إيزاي أدبية لا أدبية لأنه أنا مخالف مجرد وعاز أنتو كان معاكم قوة كان معاكم شعب المسئولية لدرجة أن عبد الناصر قال أنا أقول لي حضيك حاجة عشان أحددها عاي كان ينبغي وقد جرى اتفاق على شروط مبرمة بين الثورة والإخوان إن مطالب الشعب بين الثورة هي كذا وكذا وكنا لازم اكتبع بحيث وقت اللزوم لأنه تنكر له قال ما فيش اتفاق كنا أبرزنا الوثيقة دي وقلنا له لأ يبقى أنت خائل ممكن أساعد الشعب عليه هو الرجل ده اللي جاء قد الثورة وعد بكذا وعده وانضاءه وتوقيعه من غير انباء وتوقيع كان ممكن تستعدوا الشعب بدون انباء وتوقيع نه كانت عتعملية كتر من كده استعدته الشعب بعدها بسنة ونص في تمانية وعشرين فبراير اربعة وخمسين والشعب خرج معاكم في مظاهرة ضخمة كبيرة وصفت بأنها كانت من أكبر المظاهرات التي قامت بعد سنة ده صحيح وكان ممكن تؤتي سمر أو قدير التاريخ اللي حصل كان اللي حصل كنتم دائما تجلسون تنتظرون ما سيأتي به عبد الناصر في الجلسة القادمة دون أن يكون لديكم برنامج وكان حسن العشماوي وصلاح شادي يرتبون كل شيء وأنتم تجلسون للدردشة وليس هناك شيء برنامج لدى الإخوان هذه مسؤولية تاريخية كبيرة على الإخوان بس أنا والله يعني أحقاقها للحق يعني إن الإخوان كدعوة أو كحركة ولهم مسؤولين ويعني يباشرون ويراجعون أمورهم بقدر المتاح ما قصروا إنما في جزء فعلا يجب أن يضع في الأتبار إن كان هناك خطر مقنع وكان فيه إنسان غير سوي ولم تتخذ أي إجراءات لمحاولة استدراك هذا الخطر انتظرتم دوركم في الذبح كما يقرأ لأنا الحمد لله أنا أنا منعتبر نفسنا يعني ليكن من قال إن إحنا زبحنا أنا شخصيا ما أقول إن إحنا ما استطعنا من خير إن قدمناه أيام حصل بنا ثم لما حصل الثورة وحصل بالقدر التعاون اللي فيه بصلاحة البلد الوطن التزمنا فلما خارج الطرف الآخر خرجنا وتحملنا يعني دفع التمى في المعتقلات والإعدامات اللي حصل لحقيقة تصرفاتكم ولذلك ولذلك يعني بنقول بنقول إحنا يعني في مرحل في الدور الأول ما أقدرنا الله عليه من خير عملناه وفي الدور التاني هو الابتلاء ما أقدرنا الله عليه من صبر وسبات أنا لا أريد أستبق الأمور إلى الابتلاء لأن أيضا أنتم صنعتم بأيديكم الابتلاء بأنفسكم بمواقفكم وبتصرفاتكم في 13 نيار 53 صدر قانون حل الأحزان وكتب أحمد أبو الفتح في كتابه جمال عبد الناصر يقول أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحزب الوحيد الذي يؤيد الجيش والذي لم يكن قراره الحل قد شامله هزي إدانة تاريخية لكم صح إدانة تاريخية لك اللي بتسميه إدانة ديت يعني أنا أتقبله من لأنني لم يكن أصدر رأي الآخر إنما أنا بعتبر هل كان بيوسعنا يعني إحنا ماذا أنا إذا كان فيه مصلحة تجمع أطراف مسؤولة في البقاء لتقديم مصلحة عامة تجتمعوا مع القوى السياسية الأخرى ويكون لكم موقف هذا موقف يتعلق بالحياة البرلمانية في مصر كلها مش بالإخوان لوحديهم ما هو كانش وكمان كان هناك تصعيد ضدكم وكان يجب أن تدركوا أنكم جزء من المرحلة بس إحنا بس إحنا إحنا عارضنا ده أنا متذكر إحنا عارضنا عن الأحزاب وقلنا بكرة ييجي دور علينا يعني إحنا قلنا كده اللي عارض ده بعض الناس في الهيئة التأسيسية ولكن لم يصدر يعني أنا إدماع من الإخوان بالعكس الإخوان صدروا يعني حل كثير من الإخوان قالوا إن دي أحزاب فاسدة وحلها مطلوب ليكن بس الخرار الرسمي لأننا كنا في المكتب ونسألنا عنه إن إحنا لابن نقرح عن الأحزاب وقلنا إن الدور حيجي علينا أنا لم أجد سواء اعتراض من الدكتور توفيق الشاوي حول هذا الموضوع وقال لكم ستؤكلون يوم أكل الثور الأبيض وما حد يسمع كلام توفيق الشاوي في ورطة كبيرة جدا تورط فيها الإخوان في شهر فبراير سنة الثلاثة وخمسين نعم ورطة كبيرة تورط فيها الإخوان في شهر فبراير سنة الثلاثة وخمسين أيوة حينما عرض عليهم الاتصال بالمستر إيفنز المستشار الشرقي في الصفارة البريطانية وقام واحد اسمه الدكتور محمد سالم أيوة بالتوسط بين الإخوان وبين إيفنز أي نعم وفي تسعة فبراير اجتمع آآ صالح أبو رقيق اجتمع لا في تسعة فبراير كلف المرشد حسن الوضيبي آآ اثنين من الإخوان بالاجتماع مع المستر إيفنز واجتمع هو في في خمسة وعشرين فبراير معه وفي اثنين وعشرين فبراير اجتمع مع آآ جمال عبد الناصر إيه اللي دخل الإخوان على الخط وهم ليسوا جزء من الدولة الآن كان هناك مفاوضات طبعا آآ اللي دخل آآ دخلني أنا حضرت محمد سالم وحضرت آآ وقل لي بقى أنت كشاهد وكان الرجل كان بيقول آآ إن آآ إيفنز والحكومة البريطانية ما بتكتفيش بالآآ العراء الرسمية وعارفين إن كنتوا قوة شعبية وعايزين يشوفوا إيه رأيكم في المعاهدة آآ وإلغاء المعاهدة والصيغة اللي عتيب بقية فكان اللي اللي استأذننا يعني عبد الناصر آآ علمة رسميا بإنه إنه إيفز طلبه إنه إحنا بنقوله آآ ما رأيك فقال لا لمانعني ده بعكس يزيد فرصي لما يضغطوا عليه أنتو يزيد فرص كسبي اللي البلد ألم تكن تدركون أن عبد الناصر يمكن أن يورطكم بهذه العلاقة كما ورطكم بها من بعد؟ والله إحنا يعني كل اللي بينا وبينه إن إحنا أخبرناه حتى لا يفاجأ ليس من وراء ظهره لم يكن في هذا التصرف عفواً أيضاً لا لي سزاجة سياسية لا لا إحنا كنا بنقوله إحنا إحنا أصل هو قد يكون مقيد اللي على الحكم دائماً مقيد شوية إنما اللي في الشارع بيبعوا حر أكتريد يقول رأيه فإحنا قلنا لإيفنز إن الجلاء الناجز الشامل الكامل اللي بدون شروط زمانتو عايزين ده الوحيد اللي ممكن الشعب في الحركة حضرت الاجتماع مع إيفنز حضرت الاجتماع مع سالم مع الدكتور محمد سالم آه لكن لم تحضر مع إيفنز لم تكنوا تدركون أن هذه ورطة ستورطون فيها فيما بعد الورطة لي فخ نصب لكم لإحنا بالعكس الكلام نفع عملية نفع لإنه هو يعني هم تفاهيموا هم عارفين الثورة جات من الشعب هو نفس عبد الناصر جاه نتيجة الثورة الوطنية والملك راح نتيجة الثورة الوطنية والإنجليز تدخلوا الأمريكان من أكثر روطنية يعني كل التغيرات دي أصلاها الشارع فهم عارفين الشارع ده اللي بعبر عنه فعلا بقوة ومبدأ هم اللي قالوا المسلمين فهم يجبون يشوفوا إيه العركة دي عشان يوصلوا الوضع مستخرة أكتر وأكثر يعني الإصابة لم تحضر الاجتماع الذي عقد بين المرشد وبين جمال عبد الناصر حضرهم نير الدلة وخميس حميدة وصالح أبو رقائق وحسن عشماوي لم تحضره أنت ذكر التفصيلات الكاملة لهذا الاجتماع حسن عشماوي عرفت كل ما جارده عرفت كل ما داره في كتابه لأن اجتمع المرشد مع إفنز آآ آآ بعد ذلك وكانت إحدى التهم الرئيسية للإخوان في سنة أربعة وخمسين اتصالهم بالإنجليز زي ما انتهم حسن عشماوي في الجيوه إحنا عاديون في ده ده وعديون المحكمة باعتباره خد الأسلحة يوم الحريق أسلحة من الدارة المحفوظة فيها وحطاه في عزمته اتهموا يعني احنا كنا في سنة زكاء سياسي بيلعب بكم يعني بعد ما خد الأسلحة يلعب بكم كان يلعب بكم يوردكم ويأخذ عليكم طبعا بيجزب بيجزب وينكر سياسة والله يتشوف ربنا بقول يعني من ضمن الحاجات لها دلالة كيمة من كلام الله الذي يعني آآ كله صدق وكله يعني عبرة وعظة لنا بقول مثلا وإن جانحوا للسامن فاجنا على وتوقع على الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله انا حمله ايه يعني أنا نية حسنة وباخذ الاحتياط اللازم بقدر الممكن إنما هو بيت النواية الحسنة لا تصلح في صناعة التاريخ الساس فريد النواية الحسنة يحسب على الله سبحانه وتعالى لكن احنا لما بنيجي ننظر للتاريخ ننظر دايما إلى النتائج وإلى الأحداث لا أنا معاك النواية الحسنة لا تنفع صف الأعمال السياسية طبعا ولذلك أنا دايما نتذكر الإمام حسن البنة لما اجتمع بكم وعرض عليكم أن يشرك رجال من الحزب الوطني الناضجين سياسيا مع الإخوان لأن الإخوان لم يكن لديهم تجربة سياسية كان هذا واضح فعلا إن الإخوان عندهم ضعف في التجربة السياسية وكانوا يتعاملوا بحسن النواية والأخوة في السياسة وهذا الله يصلح جنوا على أنفسهم لا لا على العموم فيما يتعلق لا ننكر يعني يعني فأتوا من الأمر يعني ما استطعتم محمود عبد الحلم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ يقول أن عبد الحكيم عبدين روى له كان سكرتير الجماعة سكرتير الإخوان روى له أن صلاح سالم قد جاءه مفادا من عبد الناصر في فبراير تلاتة وخمسين أنا لسه ماشي معك شهر بشهر ويوم بيوم مقدما عرضا من عبد الناصر أن يشكل الإخوان المسلمون الحكومة كاملة عندك فكرة عن هذا العرض؟ لا ما عمش أنا يعني طب ده تناخذ مع كلام الآخر يقال له آخرون يعني اللي هو حدثك أن رويت عنه الواقع دي يعني فيه روايات متعددة ما عمالش هذه روايات أنا أسأل عنها إذا كنت تقلم عنها شيئا أنا شخصيا أقول لم تبلغني على الأقل وأنا أعتقد أنها أقرب لأنها تكون يعني آآ ليست صحيحة في اتناشر فبراير ثلاثة وخمسين ذكرى مرور أربع سنوات على غتيال الإمام حسن البنة قام مجلس قيادة الصورة بقيادة الرئيس محمد نجيب بزيارة قبر حسن البنة ورافقه بعض الوزراء وكان في استقباله هناك المرشد العام وجامع غفير من الإخوان ونشرت الصور لمحمد نجيب وهو يبكي أمام قبر حسن البنة حضرت هذا؟ آآ زيارة الشهيد محمد نجيب أعتقد ده لحضرتها ذكرت لأنا حضرتها حضرتها دي كانت بادرة بتحمل خلاصة كلها نوعة زي ما تقول أصلي كان كانت فكرة جمال عبد الناصر فالتقطها نجيب وهو الذي ذهب أصلي وكان فيه صراع بين نجيب وبين عبد الناصر لأن عبد الناصر رحفة اربعة وخمسين آآ بس سبقه نجيب آآ وكان فيه صراع يعني زي ما تقول مقنعة وبعدين تكشف بعد كده وحصل نتائجه لم يجي وقتها المهم أنه كان آآ كل واحد منهم كان شايف أنه عز عز ما كانوا دوره بأنه هو يزداد صلب الإخوان المسلمين ويزداد منه حصوله على التأييد فهي كان زيارة سياسية في هذه الفترة وقع انقسام بدأ يحدث انقسام وانشقاق كبير بين الإخوان المسلمين داخل صفوف الإخوان المسلمين بدأ يحدث انشقاق وانقسام كبير كان هناك فريق من الإخوان مفتون بعبد الناصر نعم على رأسه سندي عبد الرحمن عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص وبعض عضاء الهيئة بعض ليس بعض عضاء الهيئة استطاع عبد الناصر يستقطب يستقطب حوالي ستين من مئة من أعضاء الهيئة التأسيسية في الإخوان لا ستين ده مغالفين ما فيش ستين ده إنه هما كلما طلعوش هما كانوا مئة وثلاثين كانوا بيحضر منهم حوالي مئة كانوا بيجتمعون في مكتب المنياوي حلم المنياوي طيب هؤلاء كان عددهم كبير كان عبد الناصر بيستقطبهم بيستقبلهم وفي نفس الوقت انقسم الإخوان حتى إن عبد القادر عودة كان يناصر عبد الناصر واضطر المرشد أن يعين خميس حميدة نائباً للمرشد لأن كان المرشد يعادي عبد الناصر وكان وكيل الإخوان اللي هو عبد القادر عودة يؤيد عبد الناصر هذه الصورة صحيحة كان فيه بين فعلا يعني محاولة ووجد الاستجابة يعني كان فيه محاولة هادفها غرضها ظهر فيها بعد من جمال عبد النصر لانه يستقطب يستقطب ما امكن من قوة داخل الصف ما الذي يكشفه هذا في صف الاخوة انقسامات على مستوى قيادات كبيرة شخصية ممن ربها حسن البنة انقسام المرشد في نفس الوقت يعني لا يحكم قبضته على قيادة الجماعة بشكل قو فيه انفلات وتفلت فيه انقسامات هنقولت عدل حاجة في الاول فيها يعني ما شابه او فيها ما يصلح ان ما كانش الفترة كافية للاحكام لسبب او اخر وكان فيه تفلت الحاجة التانية اللي تضعف الاعتبار ان كان الطيار العام طيارته يعني محاولة عامة من الجميع تفادي الصدام يعني ده كان عند الجميع ولا يضي بنفسه وكلنا مش عايزين الصدام فالاخوان اللي كان بياس يلابوا دعوت عبد الناصر كان برضو كلها ماشيين في الخط اللي انا كلنا مش موتنا يعني انه ما احدش منه كان حريص ولا ميال استطاع عبد الناصر يستقطب كبارا حينما يستقطب عبد الرحمن السنة دي لأس النظام الخاص والنظام الخاص حينما يستقطب وكيل الجماعة وأعضاء من مكتب الإرشاد ثلاثة وما يقرب بالنصف الهيئة التأسيسية ما الذي يبقي الآن ليس للمرشد قدرة على أن يسيطر على الجماعة أقول حضرك حاكم أقول حضرك حاكم أولا كان فيه توجه عام بأن التخارب بينه وبين الثورة يعني فيه تفادي للصدام وهذا مطلوب من الكل يعني عليه أديلنا كثيرة من نفس عبد الرحمن لم يحدث التقارب بين الإخوان وبين الثورة من أول يوم من أول يوم والاجتماعات كلها فيها مفاصلة لا كان فيها لا كان فيها زي نصوص الاجتماعات يعني كلهم يروح بلد بتعودوا مع بعض لكن كلهم يضمر للآخر هو التي إيه المطلوب عشان يتعمل أكتر من كده عاصل حضرك ما كانش عندكم وضوح عبد النصر عارف هو بيعمل يوم أقول حضرك على حاجة أصلي فيه فارق كبير جدا بين يعني الوضع الحاضر بما يكتنفه من غموض وظروف وبعدين لما يبقى ماضي والأمور تتكشف يعني فيه أشياء حتى أنت على مستوى الشخصي فيه أمور يكون في حياتك الخاصة كانت في حكم الأمور المستغلقة وبعدين زال الاستغلاق فوضحت الرؤية وبقى لك رأيه تاني فأنا عايز أقول لي الظروف لها دور كبير جدا معنا مع البشر يعني احنا عايزين نفهم احنا بنعمل الحوار ده عشان عايزين نفهم هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر احنا السورة قامت ولاسب بإرادتنا وإن شاركنا فيها ابتغاء المصلحة العامة ولما وجدنا أن الطرف الآخر لا يافي بوعده ونكل عن الأشياء صارحناه ودخلنا السجون ولقينا عدمات ومعتقلات هذه قصتنا فحنا كنا منطقين مع أنفسنا وصادقين مع بلدنا ومخلصين لدعوتنا لكن لم تكونوا في هذه الفترة أنتم جماعة الإخوان التي أسسها حسن البن ليه ليه حسن هو يعني أنا الحتة ديت حسن البن أدى دوره واغتيل وزي ما نقول اغتياله الرجل مش اغتيال الفكرة الفكرة قابت ولسه قايمة ولن تنتهي وبالعكس خرجت عن عن الحدود وعن اليوفط فلعايز أقول اللي حسن البن عمل عمل واللي جاء وراه اللي هو ضيبي يعني في إخلاصه في سباته في صبره على الأزى حتى تغييره للموقف في شجاعته في معاداته في كتابته الخطاب التاريخي اللي أفل المصري يا ناس ده شيء يعني شيء لأنساء وأنا جنبه في الصحن السجن الحربي هو بيكتب الجواب اللي بيقول فيه بصراحة العبد الناصب يهجمه والمصري وتعفل وتعفل المصري الإخلاص والطيبة والنواية الطيبة لا تصلح لقيادة الشعوب ولا تصلح لقيادة الجماعات ولا قيادة الحزاب لا يتصلح بس مش معانا بس مش معانا يكون خب ولا يكون غبي لا الحمد لله المرشد صامت معظم الوقت لا يتكلم يتكلم بالأطارة لا يبدي رأيه بشيء يهز رأسه للناس لا 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 الأمر مش محتاج حظتك أبو لك أنا هجي لك واحدة وحدة أنا هجي لك واحدة وحدة يعني يعني الآن وقعت فتنة داخل الإخوان كبيرة جدا ووقع عن شقاق داخل الإخوان في سبع عشر نوفمبر تلاتة وخمسين وقع عن قسام داخل صف الإخوان حيث حصر المركز العام عبيت المرشد الوضيبي وطلب خمسين من الإخوان الوضيبي بالاستقالة فرفض وطلبه بأن يكون الشيخ سيد السابق مرشد عاما وصلي عشماوي ووكيل ووكيل الرجلين كانوا على الرئاس المظاهرة الدكتور عبد العز كمال ما معلوماتك عن هذا الانشقاق الكبير اللي وقع في سبع الانشقاق ده عبارة عن المحاولة الأولى لمواجد الثورة للإخوان كان المطلوب حصل فتنة داخلية تهي المرشد لأنه كان هو بيقول لكثير من الإخوان أنه من الإخوان ولكن يلا استطيع أن يتفاهم مع الهضيبي بالذات فإخلاقوه عبد الناصر طبع إخلاقوه أنت توسد عبد الناصر ده كان الكلام يقوله طبعا أنت كلام يعني خدع فحصلت المحاولة فعلا ويعني غر السنة دي كانت معاه السنة دي كان معاه مية المية السنة دي يعني الإخوان كان في ناس مؤيدين مية المية لعبد الناصر هذا نظام السنة دي وبعض عناصر في الهيئة التنصية وبعدين إيه اللي حصل إنه كان فيه الترتيبة والتكتيجة عمل ويجي المحاولة الأولى في محنة اربعة وخمسين إيه دي لما نفعلتش جات المنصة اللي هي آآ الاتلان البيت من الداخل ما تدخليش الأحداث في بعضي أنا الوقتي في فتنة داخل الإخوان فين شقاق داخل الإخوان الإخوان غير نصف الإخوان تقريبا مش قابلين المرشد نعم مش نصفه بدليل عدد كبير بدليل إن الإخوان أجلوا المحتلين ورجع اللي جانوا عزيلي يخلعوا المرشد رجعوا صغيرين الآن ظهرت ظهرت مش كله مش خسرة يا خسرين كل اللي راحوا البتر إخوان عشرين واحد شاب عشرين واحد راحوا خمسين من جميع ظهرت عشان خسرين يعني أفرع يستقل ظهرت مشكلة وهي مشكلة فصل المعارضين نعم فصل المعارضين المرشد بدأ من يخالفه من كبار مش من يخالفه ده خالف الدعو وخالف النظام وخالف كل الترتيب على الله لا أساس فريد لا وفي فرق الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي الشيخ سيد سابق آآ هؤلاء الناس اللي كانوا من أعلام الإخوان اللي اتصل بالسنة دي وخبره العملية بدأ بدأ المرشد يفصل آآ وكأن إخوان دي وظيفة هيفصل اللي حصل فعلا إن دور رجعوا أو أكثرهم رجع يعتذر لحصل البناء لحصل للمرشد حصله طيب قاله غرر بنا وخدعنا من اللي غرر وخدع الكبار دور هو 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 السنة دي وقال لهم إن احنا ممكن جدا نتفادى كل شهر ونقسب ونقسب السورة لو سنة لو تخلصت من الهضيبي قاله فالبعض قاله طبعا نضح بالهضيبي ونحسب الفتنة هو كان واضح إن الهضيبي كان عامل فلما فيهمه الحقيقة أتأثره أتأثره للرجل ومنه الغزالي أنا حضرته الغزالي قال له أنا غرر بيه متى قال الغزالي متى قال الغزالي هذا في بيت الهضيبي سنة كام بعد في نفس أربعة وخمسين بعد ما حصل فشل الحال الداخلية يعني هنا الأحداث الأحداث هنا سبعة وعشرين نوفمبر والإخوان كلهم تداعوا الانقسام تسعة وعشرين نوفمبر المرشد أقام مقدوبة عشاء حضرها جمال عبد الناصر وزكريا موحدين وعبد الحكيم عمر وكمال الدين حسان حضرت أنت المقدوبة دي تسعة وشرين نوفمبر بعد بعد أحداث سبعة وشرين نوفمبر بيومين بس بعد ما حوصر بيت المرشد في مقدوبة أقام هالمرشد لعضاء مجلس قاتة الثورة والصحف سألتهم تاني يوم ما الذي يدارب بينكم والمرشد هل إحنا كنا رح ناكل بس ناكل بس آه ده من أحد ده أنا أنا اللي رح ياكل بس ده أنا مسقط عنه مش صفة الإخوان لا مش الإخوان دول عبد الناصر وعضاء مجلس قاتة الثورة اللي حصل في اللقاء ده أنا حضرت اللقاء ده اللقاء ده اللقاء ده فيه خلط في اللي اللي في اللي ذكر الرواية. الرواية صحيحة ولكن لا تصل في موضحها. طب قل لي لان في رواية انا لقيتها في صحف تلاتين آآ نوفمبر تلاتة وخمسين. قل للرواية اللي عندك وانا قل لك اللي شفتها في الصحف تلاتين آآ نوفمبر تلاتة وخمسين. نوفمبر تلاتة وخمسين لم يحصل ان آآ اللقاء آآ اللقاء اللي حصل الخاص اللي فيه حصل بعد في مارس. آآ. ده اللقاء اللي حصل في بيت في بيت المرشد وحضرته وحضروا عبدالناصر وحضروا بعض عضاء مجلس ثورة بعد ما خرجنا. ده من السجن الاولين اللي انا لسه استاذ فريد في التسعة وعشرين. هو ده اللي اللقاء اللي انا عرفه. لا انا بكلمك الان المرحلة دي كانت مرحلة صراعات وفصل فيها عدد من الاخوان. صلي عشما وحمد الغزالي عضو الهائل تفصلوا. وتوقف سيد سابق. وآآ آآ. عبدالعزز جلال. وعبدالعزز جلال. هاي. وايضا كان فصل من من عبدالرحمن السنة دي طبعا كان فصل وتخلص منه المرشد. آآ. وتخلص ايضا من آآ من آآ احمد عادل كمان. لا دي دي تانية دي في عشرة ديسمبر. المموعة لفصل. ما هي المموعة لفصل اديت. هي كانت تقعة اللي راح بيها بتوقع النظام بيت المرشد. وسألوه عن ليه دول فصله. وهين دول من الاخوان. فهم بطالب يعني بلوا طلب الاستقالة. صح صح لا انا بس عشان آآ مظاهرات سبع واشين نوفمبر كانت بناء على قرار التخص في اتنين وعشرين نوفمبر من مكتب الارشاد بفصل اربعة من قادة النظام الخاص. عبدالرحمن السنة دي رئيس الجهاز. احمد عادل كمال. محمود الصباغ. احمد زكي. الفترة دي اتنين وعشرين نوفمبر وقرار فصل هؤلاء الاربعة. احمد عادل كمال في كتابه. النقط فوق الحروف. آآ. يقول اني ذهبت لمكتب الارشاد حتى اعرف سبب فصلي. فرفضوا ان يعطوني سببا لهذا الامر. لا هو هو عرف سببه. لانه هو سببه هو التدبير يعني التعاون آآ ضد كيان الاخوان وآآ النظام العام للاخوان آآ بالتواطم مع عبدالناصر. بعد ما فصل هؤلاء الاربعة في عشر ديسمبر اجتمعت الهيئة التأسيسية. انت كنت عضو في الهيئة التأسيسية. وقررت فصل صلاسة من كبار الاخوان. هم صالح عشماوي. ايوه. ام محمد الغزالي واحمد عبدالعز جلال. ايوه. لماذا فصلتموهم. فصلناهم لانه اللي دخلوا دخلوا البيت المركز العام. واحتلوه. عملوا احداث سبع وعشرين. اخوان كلهم تداعوا. الآن بقى فين شقاقات داخل الاخوان. الصف اتهز. اه اه المرشد ليس له قدرة على ان هو يمسك زمام الامه. والله ما درش يحامل للرجل اكتر من طب. يعني مثلا هو انسان وموقعه في الدعوة موجود ومرشد وقاية ساوي. يعني ما درش نعتبر انه عنده عصة سحرية. ولا انه عنده خدرة خرافية في انه يحكم تصرفات البشر. كل واحد مسؤول. يعني هي اللي حصل اللي حصل بالزبط. في كلمة واحدة. انه حصل. داخل الاخوان من حاول يقنع مجموعة منهم ان الذي يجب بين الثورة وبين اخوان ممكن يعني يزولوا انه بسامنا على عسل. اذا شدنا الوضيبي. لقدوا ليه الصلطيفة. راجل صعب وليه الصلطيفة. قالوا زي بعضه. نخلص من الوضيبي. ونأمل الدعوة. شيء منطقي. فنحازوا. انما رجعوا دون نفسهم. وانا محمد غزالي منهم. قالي احنا كنا خدعنا. وتبايدني كان دي ضربة من الداخل. فلما فشلت. جات اللي بعدها الضربة. بعدها جمال قال لا بقى. ده لابد ان تدخلي انا شخصيا. ورتبت حدث المنصة. لسه احنا في يناير اربعة وخمسين باعدان. ما عليش ما يقول لك النتيجة. عبد الناصر استادع الشيخ محمد فرغالي حسب رواية صالح ابو رقيق لسامي جهر في الصامتون يتكلمون. وحاول ان يقنعه بان مصير الصورة والاخوان واحد. وانه يجب ان يقف الاخوان الى جهر الصورة. وكان واضح ان عقدة عبد الناصر هي المرشد حسن الهضيبي. وقال له ان حسن الهضيبي يرد ان يفرض رأيه على الصورة وان التعاون معه اصبح مستحيلا. اه. طب المرشد ليه ما يستقلش زي استقالة المرشد او ابعاد حسن الهضيبي. يستقل ازاي ده الحكاية. ده حكاية كلها خداع او كذب ده هو لو استقال. يبقى عاني العدو على على البعض. يا استسر. المرشد هنا لا يقدم اي مبادرات. الفكرة. كما اشترطوه مع الامريكان. ان الله للاخوان. انا حالغي الاخوان دول. ولزال من الغالة النهاردة الحكومات كلها متأثرة. واتخذ موقف. دليلكو ايه على ده? نعم. دليلكو ايه على ان هو التفاق? الواقع دليل. الواقع دليل. لا يكفي الواقع. الواقع ازاي? الواقع بيقول ان الواقع هم اللي قادوا نفسهم الى المحنة. الواقع الكلام. ومرشدهم لم يكن لديهم مبادرات. لا. لا لا لا. الواقع الرجل على بجينة من امره. والامور واضحة امامه ولا يستطيع ان انا اسلبه وسالحق حرام. انما انا اقول كان يبيت بليل مؤامرة يشترك فيها الغرب. وانظمة فاسدة لقضاء على الاخوى المسلمين. هقول لك كلام خطير جدا حسن العشماوي قاله في كتابه الايام الحاسمة. من? حسن العشماوي. هي. يقول عقدة بينه بين جمال عبد النصر اجتماع في خمستاشر مايو الف وتسعمائة وخمسين. في مجلس قيادة الثورة. وقال لو عبد النصر ما نصه سأكلمك بصراحة. ولذلك اردت ان القاك وحدك. لقد استقرت اليوم اقدامنا. ولم نعود بحاجة الى الاخوان تماما كما لم نعود بحاجة الى محمد نجيب. كنتما ضرورتين الى هذه المرحلة. اما الان فلا. لقد استفدنا من موقفكما في كل شيء في الداخل والخارج. والاخوان عصاه. ولا يمكن ترويضهم. ولا استمرار التفاهم بينهم. انا لست على استعداد لان اظل تحت وصاية المستشار الهضيبي ومن حوله. ولست على استعداد ان اعتمر بامر صلاح شادي. الذي يظن انه قدم لنا يدا يجب ان لا ننساها. ولست على استعداد لتحقيق مطالب الاغبياء منكم. انا على استعداد لاستغلالهم. للتخلص من سيطرة الهضيبي وصلاح شادي. ولكني لست على استعداد للسير وراءهم. وراء ارهابهم. ويواصل عبد الناصر قلمه للعشموي قائلا. كم انتم معشر الاخوان. ثلاثون في المائة من البلد. انا على استعداد ان اضحي بثلاثين في المائة لانقذ السبعين. افهمت? شوف اي عقلية هذه. نفس نفس كلام يدين صاحبه. هذه العقلية. لا يدينك انتم. لا يدين هو. يدينك انتم انه هو لكم كل شيء. انتم عادين تتفرد. يقول الكلام ده. انسان لا نمير له. ولا يخشى الله. ولا يخشى مصلحة البلد. ولا يفي بعود سابقة منه. ده انسان الحقيقة. ادانة نفسه بنفسي. هذا كلام تبريع الاخوان وادانة للثورة. هذا كلام ادانة للاخوان. انهم عرفوا الحقيقة وسكتوا عنها حتى وقع ما وقع. سكتوا عنها لان كان التمن الذي سيدفع حرب اهلي يا سيدي. ما كانش مساعدين نعمل زي الجزائر. نعمل حرب اهلية. ما كان البديل ايه. الصبر على الاس احسن من البديل. اليودي من البلد كلها. وكان حطيب الحرب اهلية هنا. يعني لا تنتهي الا خطر وشرر. فضيع. يعني ده اعتبر اصار لمصلحة البلد. وحسن النواية نحو انقذها. ولو كان على عسابنا. ده ايه ده. انا بعتبر دي شرف الاخوان وليس ايدانة. حقيقي يعني انا اضع نقطة على الحروف. واذكر حقائق كما هي. ليس دفاعا عن الاخوان. صدقني. انا لا ادافع لا عن الاخوان ولا عن غير. ولا اتهم اخرين. انما انا شايف الحقائق. والشوائد عليها قائمة. وما اقدرش انا. يعني اخت قرائتها. ما اقدرش. شايف انا انسان فعلا بيقول. انا عايز اخلص معامل نجيب معنا كلام له. معامل نجيب الذي. حمد نجيب ده لو لا. الواجه الشعب المقبول. ما كانش الثورة دي نجحة في اولها. ولا ده ايد الاخوان. معامل نجيب في الجيش كانت تفصية. محبوبة. وكان واجهة لها قيمة. وبعد ما استغلوا. ووصل به. دبعه. وكذلك الاخوان وكذلك حكيم عابر. هو دابه كده. استعملكم لتحقيق ما يريد. اجب طب وده. بديه ميكافلية. بغض النظر. لا اخلاقية. لا. احنا امام نتائش. ولسنا امام نواية. لا. انا معاك. امام تاريخ يصنع هو الذي كان يصنع التاريخ. اسمح لي انا اقرر شيء قد نختفق فيه قد نختلف. انا ممن يروا لان المبادئ. فوق المصالح. وان الميكافلية مرفوضة. وان للمقاصد او للوسائل حكم المقاصد. انت مقصدك شريف. لازم يكون وسيلة شريفة. لازم. اما الوسيلة الدنيئة. لا تدعي انها تحمل شرف. لا. غير معقول. انا انا غير متقبل لهذا. انما دي اه ولذلك عنصر التربية. ومخافة الله وتسكية النفوس. نمره واحد. وإلا لا يحمل الشيء العظيم الا على زماء مثله. انما انا اجد واحد لا اخلاق له. ميكافللي. ضمير ملوش ضمير. واقول له انت قول بلد. انت تعمل اصناح ازاي. انت ادتولوا قيادة البلد ودعمتوه. نعم. اعطيتموه قيادة البلد ودعمتوه. ما ما عطيناهوش والله هو هو ومن وراؤه. خططوا لهذا فعلا. واستعملوكم لتحقيقه وكنتم اداء في ايديه. ليكن فعلا. يعني انا ما عنديش منع. لان فعلا الاخوان استغلوا. الاخوان الزمتي. انا اقول تبعي للزمة. ان كان ابعدنا نظر. واصوابنا فكرا. واحسننا قرارا. هو الهضيبي. لان قال لانا في مكتب الارشاد. انتم تتحملون امام الله التاريخ. تأييد هؤلاء الناس. لان انتم لم تعرفهم معرفة. تكفي او تصلح ان تكون بهذا. تتحملوا مع المسؤولية. فانصف نفسه امامنا. لانساه والله. وانا كنا في مكتب الارشاد. كان بقى ايدي النظر الرجل ده. بس كان بقى في موجة عاطفية. ودي غلط. احنا قتينا من العاطفة. الدعوة دي يبسردها العاطفة. واي عمل. الا ان يكون العقل هو سيد. والموقف فيه. اتاكد ان النتائجه سيئة. وربنا ادينا عقل يحكم كل الامور. احنا ما حكمناش عقل. وده وده بيفكرني. ان احنا ما اديناش الرجل حقه. لو اديناه حقه وشيدا كلام رؤيته. ما كانش يحصل للشرخ. ولا كان قابل لبلو دي كلها. وانا بتذكر كلمة حسن البنالية. وانا اه في بيته. ويمكن قلته في حلقة سبعة وقولها تاني. بقول. القائد الجديد. لازم يعطى السيقة الكافية. عشان يستطيع انه يكمل المسيرة. ويتحامل مسيرية القيادة. ولو انكم منتوش بينك وبينه العواطف. المسلمينك وبيني. ان المسألة مش فصالة عواطف ومحبة كده. لا القائد عشان يستطيع انه يكمل المسيرة من حقه. ان ياخد صلاحيات. لا تداله. وقال ايه? بيقول لي. وانا بيقول له. اه ما تقولش انك هتموت. انه جات سيرة الكلام كده. انا عايزينك. والدعوة عايزيك. ومشور طويل. فقال لي. ليه? ليه? يعني ازا مدت انا. هتقول له القائد الجديد. لنحن بامامنا الراحل. احيا منا. بامامنا المقيم. والله لو قلتها ما اكونه قد ربيته احدا. خايف هو كان من كده. يجي واحد جديد. ما ياخدش السقة كافية. يجي الوضع متفسق. ما يقدرش يخده. وهزا ما حدث. وحسس. الى حد ما. يعني انا سمعت من حسن الهضيبي كلمة. لم حصت الازمة والسجون ومدخلات. قال لي علشان حسن العشموي. واما معه وصلاح. اه يفراحوا بقى بالتأييد اللي كان بيدون لابناصر. والنتائج زهرته. اللي انا حذرتكم منها. في خمستاشر يناير عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين. اصدر مجلس قيادة الثورة. قرارا بحل جماعة الاخوان المسلمين. وكان القرار كما قال الرئيس نجيب في مذكراته باغلبية الاصوات. في الحلقة القادمة. ابدأ معك بوضع الاخوان بعد قرار الحل. حيث وضع المئات منهم في السجون. شكرا جزيلا لك. افضل. كما اشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة ان شاء الله نوصل الاستماع الى شهادة الاستاذ فريد عبدالخالق. مرافق الامام حسن البنى مؤسس جماعة الاخوان المسلمين عضو الهيئة التأسيسية وعضو مكتب الاشهاد الاسبق في الجماعة. في الختم انقل لكم تحيات فريق البرنامج. وهذا احمد منصر يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.